مرة تانية برحب بحضراتكم في السادسة يعني موضوعات كتيرة جداً هبتديها الحقيقة مع نجمينا النهاردة كابتن أحمد فوزي دكتور أحمد فوزي طبعاً نجمينا في السادسة النهاردة هترح معاه طبعاً ملف قرية كاسة عامل أندية الاختلاف عن البطولة اللي احنا رايحينها إن شاء الله في أول السنة الجديدة عن السنة اللي فاتت فرصنا في وجود الأسماء اللي طرحتها على حضراتكم ما قلت لكم إنها تأهلت بالفعل وأخيرها طبعاً بالمراس البرازيلي وتوقف المسابقة ومشاركة المنتخب في كاسة العرب وموضوعات كتير جداً بس بدايةً لازم نقوله أهلاً وسهلاً بيك في السادسة نور الدنيا حبيباً أستاذ أحمد دانورك طبعاً الحمد لله والله زي الفل طبعاً الحمد لله خلينا وقف مع جايزة البالوندور اللي يمكن بكرة إن شاء الله يتم إعلانها ويمكن طبعاً البرازيلي مختار نمار المصري مختار محمد صلاح محمد صلاحنا متفقين أنه فرصة ممكن تكون السنة دي صعبة شوية بس السنة الجاية يعني والدي بقى فرصة أكبر يعني قصة قصة سبت سبت مستوى سبت مستوى محمد صلاح بيقدم السنة دي موسم فوق الاستثناء صحيح ما فيش حد يضاهي السنة أو بمعنى صح من أول بداية الدوريات الخمسة الكبرى ما فيش حد يضاهيه في المستوى دي الوقت حقيقة ولا نيمار ولا مبابي ولا ميسي ولا رونالد ده هو أحسن واحد في الخمسة كورة بس احنا بنتكلم على موسم كروي كامل بمعنى من شهر 12 اللي فات لحد يومنا ده تمام فممكن تبقى الحسابات بتتكلم في السبعة تامن شهور الأولانية ايو موسم اللي فات ما كانش ليبركور وصلاح بالزبط يعني في نفس المستوى دلوقتي يعني أو ما كانش وحش ما كانش وحش ما كانش زي دلوقتي فأنت عندك مسأني من نوجة نظري ولا رونالدو يستحققها ولا ميسي يستحققها أنا شايف أن نبابي أكتر واحد يستحققها من بعض أكتر من ليفندوفسكي بص ليفندوفسكي بالأرقام ولكن أنا شايف أن نبابي العيب شامل ويستحققها كورة بس في الأول وفي الآخر هجات دي ما تبقى شكورة بس تسريبات السادسة بتقول الجاهزة رايحة ليه وميسي ما شعبه وميسي وبص في الأول وفي الآخر بس فيه لعيبة كتير قوي تزلمة يا كابتن أحمد مش بكلم السنة دي على مدار العشر السنين اللي فاتوا يعني فيه الناس كانت تستحق يعني إنيستا بس شوير لي على واحد كده فوق ميسي ورونالد ينفع العيب زي إبراهونفيتش يعدي من غير ما ياخد جايزة الأفضل في العالم العيب زي إنيستا في قمة عطاه وتوهجه وأنا بشوف أنه ميسي ساهم أو صاحب بصمة كبيرة جدا في الصناعة إنيستا ساهم بصمة كبيرة جدا في الصناعة طبعا أسطورة ميسي طبعا يعني أنا معك تماما أعدت عليه كده ما أحدث شايفه ساولي حديثك حاجة إنيستا يمكن ما خدش حقه غير بعد 2010 بعد ما جاب كاس العالم الأسبانية تمام ابتدى الناس تبص له النظرة الطبيعية اللي هو من 2010 2012 2013 وبعد كده في الوقت ده كان قمة التوهج لميسي ورونالدو بالأمانة متفقين لا لا أخص خلي بالك فيه فرق أن أنت تتوهج في فترة معينة ويبقى فيه ناس تستحقها عنه يعني مثلا محمد صلاح لو جيه في وقت كمان خمس ست سنين بعد ما ميسي ورونالدو يبطلوا كان هيخدها كل سنة مبابي نفس الكلام نمار نفس الكلام فأنت غصبا عنك في وقت في فترة من الفترات لا يعني مش هتشوف جل اتنين دول ودي حقيقة بس أنا الحقيقة يعني لما أنت برضو يعني ما كامل التأدير لموهبة ميسي لما تتكلمني على ميسي في السنة الأخيرة دي يعني ميسي ده جنب ميسي اللي فاز بالبالوندور ست مرات قبل كده احنا بنتكلم على شبح ميسي صح ولا ايه شبح شبح كديد كمان يعني فوزه يحط الدنيا في علمات السفهم كبير هو ممكن اكتر دعم لي الكوبة امريكا الأخيرة يعني الارجنطين ما خفزتش بكوبة امريكا بقالها اكتر من 17 او 18 سنة وهو لعب مثلا تسع بطولات ما خدش غير البطولة الأخيرة فدي ممكن اكبر دعم لي في البالوندور السنة لو هنحسبها كده يبقى جورجينيو بقى اللي واخد يورو عشرين عشرين وهواخد تشامبيونزليج مع ايطاليا بس مع تشيلسي يبقى هو اللي يعني لو هنحسبها كده يعني بس هو مش موجود اصلا في الخامسة كبيرة انا بقول لك هتتمش بطولات والقاب تم انا عندي لعيب كان ليه دور كبير جدا مع منتخب بلاده ان يفوز بيورو عشرين عشرين وكان ليه دور جدا مع النادي مهمة جدا مع النادي بتاعه انه ياخد اكبر بطولة في اوروبا هي تشامبيونزليج ماشا معاك ومقدر كلامك بس احنا بنكلم على الخامسة المرشح النهائي ايه ايه دي وجهة نظر انما كورة انا شايف ان صلاح ومبابي اكتر الناس يستحقوا طيب من من البلان دور خلينا روح معاك لكاس عالم عندي وامبارح بالليل اتحددت ملامح الفرق المشاركة بشكل كبير جدا وبالمرس والاهل الكلاكات تاني مرة هيشاركوا في كاس عالم عندي الجديدة مع الهلال السعودي بطل اسيا مع تشيلسي بطل اوروبا معاهم اوكلن سيتي معاهم الجزيرة الاماراتي ومعاهم مونترين مكسيكي من وجهة نظرك اختلاف مشاركة الاهلي في ظل الاسمالة السنة دي عن السنة اللي فاتت وفرص الاهلي في انه يكسر حاجز البرونزية في كاس العالم اللي جاي طيب ابل اي حاجة بس انا عايز اقول بالمرس ظهر تاني مرة عشان كانوا بيقولوا كانوا بيقولوا فرقة ضعيفة على قدها ماتش مبارح تتفرج عليه تستمتع كورة تستمتع كورة الجماعة بطل برازيل وامريكا الجنوبية بطل برازيل وامريكا الجنوبية يعني لا احنا بس بنعتب عن الناس ان مفيش حد يوصل كاس عالم غير لما يكون يستحق ان يوصل كاس عالم تمام ادي نمرة واحد نمرة اثنين انا شايف ان تشيلسي اقوى من بانميونخ يعني السنة دي لا بقى كبت لا لا معلش احطو سنة دي تشيلسي اقوى من بانميونخ سالفتت اه والله اه دي وكي كنت نظري في القوة تشيلسي السنة دي فرقة متكاملة تشيلسي فرقة ما فيش عندها نقطة ضعف واضحة بيلعبوا 3-4-3 انا كنت متفائل بتشيلسي لا خالص تشيلسي بالنسبة لي اقوى من بانميونخ السنة اللي فات 3-4-3 كما انزلت لما تحب تتفرج على 3-4-3 هاتفرقة تشيلسي وشوف بيعملوها ازاي شوف الطرف بيروح فين والسردباك بيوصل لحد فين والطرف العكسي بيوصل لحد فين بص لما تحب تزاكر فعلا تفرج على ماتش تشيلسي تزاكر بقى يعني مدير فنه عايز يزاكر يجيب تشيلسي وتفرج عليه في 3-4-3 بس الاهلي غير بردو السنة دي في 3-4-3 تمام حل ومش معترض خالص بس انا باتكلمك على قوة الفرقة بالمراس اعتقد قوي زي ما هو مفيش اي يعني زيادة عليه فرقة الامارات المستضيفة طبعا اكيد مونتريال فرقة كويسة جدا لو انت رايح تشارك في البطولة دي ايه التارجة اللي تحطه قدامك وقدام لعابتك التاني التاني في وجهة نظر فضية تبقى انجاز كبير بالنسبة لأهلي يعني مش انجاز يعني بس يعني خلينا نبقى لا انجاز طبعا كابتنا استنى بس اسمه لا انجاز طبعا انت تكسب البطولة واحنا عنا كاهلوية احنا طماعين بس ايه انا بتكلم بطريقة واقعية طريقة واقعية ان شاء الله لو القرعة جات في صالحنا ومشينا يعني زي ما تفضل تواجه مين في الاول يعني من الاسماء اللي انا قلتها لك دي تفضل القرعة لو قلنا ان القرعة خدمتنا مثلا اتمنى فرقة الامارات وبعدها اوكلاند سيتي اتمنى فرقة من الاثنين هي اللي نواجهها في الاول عشان يبقى مباراة تحضيرية قبل النهاية لقبل النهاية لو انت هتلعب المتش ده هتخش على قبل النهاية على طول فيا رب تبقى مباراة احضرها كويسة وان شاء الله بعد كده نقابل بالمراس ونكسابها تعني طيب هل الاهل داخل البطولة السنان دي بايه جديد؟ لا الاهل داخل بص اول حاجة جديدة الروح النفسية القدرة التعافي من الفترة اللي فاتت تحقيق البرونزية طموحنا بيعلى سنة عن سنة انت واخد البطولة الافريقية وانت صور يعني حطت رجل عرجل ماشي رايح وانت تالت عالم لو ما عملتش انجاز وبقيت تاني او اول ما ينفعش تقلع عن التالت تمام؟ فدي نفسيا بتدي باور اكبر للعيبة واللعيبة برضو خدت خبرة اللعب الزبط انا لسه اقول لك هو فنية اللعيب راح وخد الخبرة ولعب مع الكبار وزالة الرهبة انك بتكسب ببطل امريكا الجنوبية وبتلعب جيم كبير قدام بايم يونخ وتيجي تروح تاني بتهيأل يعني مش هبقى في نفس الرهبان فنيا انت مش هتلاقي الاول اللعيبة احنا لو بصنا على اول ماتش بايم يونخ كنا ملعب الكرة كويسة بعد ربع ساعة تلت ساعة بتدينا نكش ونرجع وراء وندافع فعلا وانا احنا عملنا كده فعلا ملعبناش كرة تاني يمكن في الديقة 65-70 لما بتديت السيقة ترجع لنا تاني لا الكلام ده مش حصل السينادي الكلام ده انت هتنزل بتلعب جيم مفتوح اه مش هتلاقي يعني لو قابلنا تشيلس ان شاء الله مش هنروح ناجم بالمراس مش هنروح ناجم ومسألا مش هنضغط عليه من ملعبه بس هدي على الاقل لما نمسك كرة هنلعب كرة هنستمتع اللعيبة ذات نفسها ثقاتها في نفسها هتزيد ما فيش رهبة خالص السنة دي يعني السنة اللي فات الميزة المهمة جدا تعد الطرق اللعب يعني 3-4-3-4-2-3-1-4-3-3 الفرقة دلوقتي بيت عندها قدرة فنية عظيمة على ان هي تتغير حتى اثناء المباراة الماتش اخر ماتش اللي فات دوا وانحنا بنعب 3-4-3-3 ماتش اسموحة اه ماتش اسموحة فترة من فترات لقيت حمدي فتحي طلع وراح لعب 4-2-3-1 دايريكت فانت ان انت تغير لعيب واحد يغير لك خطة ويغير لك طريقة ويغير لك اسلوب دي في حد ذاتها ميزة مش يعني ايه ما كانتش متواجدة قبل كده خلي بالك اكبر مشكلة عند اللاعب المصري اكبر مشكلة عند اللاعب المصري المنتاليتي والتاكتكس العقلية اه والتكتيك والتكتيك ليه لانه برا في اوروبا هو بيتدرب كل لعيب في الحداشر لعيب يعني رقم سبعة مثلا في الملعب لما الكرة تبقى مع اثنين هو ما كانوا لو بيلعب ثلاثة اربعة ثلاثة ما كانوا فين لو اربعة اثنين ثلاثة واحد ما كانوا فين طب لو سبعة دخل بالكرة جوة رقم اثنين ده رايح فين طب رقم خمسة رايح فين فهو بيحفظ قبل ما ينزل الملعب الكلام ده مش موجود عندنا كمصريين المدربين بتيجي تعاني عشان تحفظ فرقة ما طريقة لعب جديدة اه بصابة هاي دلاتي يعني معظم سكواد الاهلي ابتدت مش ابتدت اكيد فهمة خلاص ما هو دل انا بقوله لك ما هو دل انا بقوله لك ان تعدوا الطرق اللعب واتقان واتقان الطرق دي بيدينا اريحية وبيدينا كواليتي مش موجود عند افريق اعتقد عند معظم اللعيب الافريق ماشي انما هنلاقي في كاس العالم الطريقة دي في كاس العالم الاندي هتبقى الدنيا ايه يعني زي ما بيقولوا كل واحد بلعب في مكان مفيش عشوائية وطول ما ما فيش عشوائية طول ما اللي استمتاع بلعيب الكرة في الملعب لعيب الكرة ذات نفسه بيبقى مستمتع اكتر من اي حاج عشان كده انا شايف ان البطولة القادمة ان شاء الله كاس العالم الانديا اعتقد ان احنا هنبلي فيها بلاء حسن ونروح لحتة ابعد ان شاء الله بإذن الله من هنا خلينا كلمك على الاهلي واختلافاته السيزن احنا تبعنا الاهلي في المسم ده محليا يعني في ست مطشاط قدم فيهم مستوى وعروض مختلفة الى حد كبير جدا عن المسم اللي فات صحيح ان المسم فات كان مسم ناجح حققنا فيه ألقاب لكن سنة ممكن تقول انك ما كنتش مستمتع قوي بالكرة اللي بيقدم الانديا الاهلي في اوقات كتير جدا نتيجة عامل كتيرة كتالفرقة بتلعب لعب لتحقيق الهدف وخلاص يعني لكن السنة دي الغزالة رائقة والعيبة كلها عايزة وحالة الانسجام والمطشاط يعني كل المطشاط اللي انت ممكن كنت تبقى شايل همهها السنة اللي فاتت قبل ما تبتديها السنة دي بتحس ان المباراة في منتهى سهولة وانه الاهلي لا يعاني الحمد لله يعني وان شاء الله بإذننا نستمر على ده كل المطشاط الصعبة بتكسب وبتلعب وبتقدي وبتمتع جماهيرك وبتعمل سكرار ايه الاختلاف اللي حصل من وجهة نظر كابتان احمد سانتي بداية اللعبة السنة الفاتت كان لعبة تجاري اللعبة تلعب كل ثلاث يام ماتش نهيك بنلعب وفيه لعبة مش موجودة اصلا في المنتخب الأولمبي ومضغوط وبتلعب كل ثلاث يام ماتش بفترة يعني سبع ماتشارة مايب في حوالي مثلا 28 يوم كانت كان رقم صعب على اللعبة فاللعبة تلعب لعبة استهلاكي اللي هو جيب جون وتستنى بقى عايزة الماتش يخلص فكنا للأسف بنتعادل في أوقات صعبة وممكن حصلت في البنك الأهلي الدور التاني وحصلت في الإسماعيدي وحصلت في جونة يعني ماتشارات كتير بنتعادل في أوقات مفترض فيها ان انت اللي تبقى راكب الجيم وانت اللي عايز تجيب 2.3 و4 طيب فيه نقطة مهمة جدا السنة اللي فاتت كان مشكلتنا كلها مع مستر موسماني الشوط الأولاني بنلعب كرة بس ما نجيبش أهداف فكنا نستنى الشوط التاني نكسب 1-0 2-0 بالعافية ومجيم يبقى مخنوق السنة دي مفيش مباراة غير لما أحرصت في الشوط الأولاني وبالتالي سهلت النفسك الجيم ولعبت جيم مفتوح أكتر من أي حاجة تمام ودي ميزة مهمة جدا الأهلي لما بيجيب جنف الأول احنا خطة 3-4-3 دي ايه عايزة مساحات وإحنا عندنا اللي يقدر يجري في المساحات دي إذا كان شريف إذا كان تاو إذا كان الشحات إذا كان عبدالقادر في ناس كتير قوي عندها القدرة واحد على واحد وسرعة بالكورة ومن غير كورة فلما تحرز هدف بادري الفرقة التانية بتطلع من مناطقها وده اللي احنا بنعاني منه على طول إن انت بتلعب أي فرقة بتلعبك جيم مقفول فين بتقب مثلا في حتة بتاع 30 يارضة من على الـ 18 للدائرة وبتخنقك دفاع مناطقها وكمباكت فانت بتبقى مخنوق فانت لما تحرز هدف بادري بتضطر الفرقة دي تفتح خطوطها وتوسع الملعب أول ما تفتح خطوطها وتوسع الملعب ده بيدينا رياحية في لعب الكورة فانت بتستمتع بالكورة بتوصل بالكورة بسهولة وتروح حتى مع الزمالك حتى مع الإسماعيلي مع فرق قوية انت بتكسب وانت مستريح بالخمسة والأربعة والثلاثة ومش فارق معاك حتى تخلي بالك ممكن أصعب ماتش كان لدينا غزل المحلة في المحلة بالموجة ناظري غزل المحلة أصعب من ماتش الزمالك والإسماعيلي ليه؟ ليه؟ انت هناك في الملعب كان عندنا عقدة بقى لـ 11 سنة تمام؟ من 2011 مكسبناش هذه نمرة واحد نمرة اتنين الملعب انت رحت هناك جبتوا جنين وبصراحة فرقة المحلة عملت علينا شوت تاني هايل هايل هو دا يمكن أوحى الشوت الأهلي اللي يعبوا السنة تمام عشان كده هي أصعب مباراة انت بتلعب المحلة في المحلة وإحنا اللي صعبناها نفسنا بالهدفين اللي دخلوا فينا لا وصعبناها عن نفسنا إنه كان في كور كتير ممكن تطلص المطفل نخلصها بادري قبل الجن بتاع الجن التاني بتاعهم في كورة في العرضة لو جات خلاص ثلاثة واحد حتى لو جابوا جن ماتش خلص ولكن المباراة كانت صعبة جدا وإحنا كنا كأمور ومتابعين متخوفين منها أكتر من مباراة الزمالك ليه لأن الزمالك يعني أعتقد أن الأهلي في الفترة الأخيرة كعبوا عالي عليهم يمكن أنا في آخر مثلا عشر ماتشات مشوفتهمش كذبوا غير ماتشين منهم واحد بضربات الجزاء النتائج المباشرة بتبقى في مصلحاتنا إلى حد ما نفس الكلام بالنسبة للإسماعيدي يمكن السنة اللي فاتب بس وما ما تعدلوش معنا غير في مباراة واحدة طبعا فرقة الإسماعيدي فرقة المحلة دي دي جوني يعني مستيكر معاك طبعا دي جوني الأول الأول بتاع أفش بتاع أفش الكورة فرقة الغاز الميزة اللي فيها إن كلها عمرها صغيرة فبتجري كتير جدا وقدرت إنها تحول تأخيرا من 2-0-2-2 آه في بدلك إن الكورة تيجي في أكرم وفي الهدف التاني اللي دخل فينا ولكن رزقنا بقى الحمد لله إن إحنا قدرنا علي معاك يحرز الهدف التالت دون فعشان كده أنا بقول لك يمكن هو ده أصعب ماتش المباراة اللي إحنا لعبناها بمفترة كبيرة ما بنستمتعش وأهم حاجة في القصة شايف الجماهير دي هي اللي بتعود بأعادة روح الناج الأهلي للملعب تاني هي كان لها دور كبير جدا في التلاتة بنت طبعا يعني طبعا ما حدرش أنكر دورهم عموما يعني الجماهير في السنة دي في كل المطشف لكن الحقيقة بين معدن جمهور الأهلي يغيب يغيب شوف كم سنة الجمهور مش موجود في المدرجات ويرجع نفس الروح ممكن يبقى على فكرة الجيل ده جيل جديد ما يعرفش حالة المدرجات بتاعة الأهلي يعمل أزاي لكن تروح الألف اللي موجودين وحوش يعني ما شاء الله بصراحة بسط جدا بهم وصوت عشر تلاف وخلي بالك لما تتعدل اتنين اتنين وييجي فيك التاني وهم بيقولوا إلعب يا أهلي ولسه بدر يا أهلي ده خلي بالك دي قمة الوعي طبعا أنا بفوّل لعبتي كده كده فلضيت ايه يعني ممكن أطلع متعادل ولكن اللعيب ولكنهم راضيين عن الفرد هو السيناريو ده يعني الطبيعي إن جمهور الكرة بتاع الأهلي هفهم هيروق أي جمهور نادي فرقته بتتعدل اتنين اتنين وفي الدياربعة وتسعين هيوسكوت في ناس ممكن تمشي يعني في ناس ممكن تمي المدرج قبل من المطش يحلص ومنشوفها في أوروبا كتير جمهور طلع من مدرجات ومش وحصلت مع منشستر يونايتد السندي لكن ده في الديئة كان 94 ولعب يا أهلي وبيشجع وبيشجع بيروح بقوية لدرجة للأهلي يرجع في ديئتين خلي بالك برضو مش أي حق يعني مش أي جمهور نادي الأهلي جمهور غير طبع بيرسي تاو طيب بيرسي تاو هتدف الدور تمام خلينا نتكلم بكل صراحة بيرسي تاو أنا شايف الطريقة دي تعباء تعباء ده بيرسي تاو هو لجوه ليه هو مسته السرعة ومهارة واحد على واحد المساحات اللي هو فيها ما بتخدموه انت تقول كيفا ركابتن أحمد كبير البلوك بتاع أفشا ده ده الجون الأولين اللي دخل من المحل طبعا وغلط مش سرك لحقيقة من خط الدفاع كل وقف صح وقف صح وقفل على الراجل ما كانش قدر حتى يعمل كان أسهل حاجة هيحطها لتحت أفشا يعني الراجل اللي معاك كورة طول ما نواقف ومحضن عليه وقفل عليه المكان كان مكانش هيعرف يرفع إنما أفشا سهله الكورة خاف إن الكورة تي فيه وتطلع كورنر فللأسف دخلت فينا وجون يعني أفشا هنا أخده واطلع بي برا خده واطلع بي برا يعني إيه اللي يخليك تدينه مساحة دي بص طول ما المسافة بينه وبين الراجل اتنين يارض هيرفع هيرفع إنما لو دخلت وقربت عليه واحد على واحد واحد متر بس مش يعرف يرفع بعد كلا بقى طبعا خطأ مشترك من من ياسر من بدر وياسر وآكر من بدر كله يعني بس هي بدلك وله والولد عرف يستغلها كويس عبدوياح عرف يستغلها كويس والعيم كويس أوه بصراحة الفرقة كلها الحقيقة قدمت جيم كبير جدا يعني يحسب ليهم الحقيقة الروح المعنوية بعد كل مطس الأهلي في الدوري البنك الأهلي بقولي الفرقة دي لو بتلعب الـ 34 مطس بتاعهم بنفس الروح اللي بيعابوا بيه قدام النادي الأهلي الدوري ده سيبقى سوبر الدوري ده هيبقى في حتة تانية خالص خليني برضو أقولي الحق والأمانة مرشاة الأهلي عيد مرشاة الأهلي الفرقة التانية بتبقى يوم العيد عايز تلبس اللبس الجديد وتطلع أنضف حاجة عندك عشان تفرجها للنادي الأهلي جمهوري النادي الأهلي خلي بالك دي نقطة مهمة جدا ممكن يبقى الكلام ده بصورة أقل مع نادي الزمالك عشان أبقى صريحة ولكن في مرشاة الأهلي انت عايز تطلع كل اللي عندك عشان تقول للناس أنا هو مش كل الناس بتتفرج على بقية المرشاة صح؟ صح يعني مثلا المباراة اللي فيها الأهلي بيتفرج عليها شعب زمالك شعب إسماعيلي ليه شعبه إنما مثلا ناحد بيلعب في البنك هل كل الناس متابعوا مرشاة البنك؟ استحال فلما يجي ماتش من المرشاة دي الواحد بيمركز قبل الماتش بأسبوع وعامل كل التخيلات وكل اللي في دماغه عشان هيلعب النادي الأهلي دي حاجة ما تعبهمش إنما فعلا هم لو لو استمروا على على الأداء ده اللي بيلعبوا به ضد النادي الأهلي مع الناس كلها لا ده 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 يعني وإحنا عايزين نبقى الدوري المصري ليه وزن وليه تقوله أهم فارق بين العقلية هنا والعقلية في إنجلترا مثلا تمام انت بتشوف مثلا الفريق زاليستر سيتي ده طلع من الدوري درجة تانية خد البطولة خد بريمير ليج صح انت بتلعب لنفسك بتلعب لمستقبلك بتلعب لإسمك مش بتلعب للشو مش بتلعب للميديا مش بتلعب للجمهور تمام التغيير ده لو حصل في عقلية للعيب المصري أنا بتهالي الدوري بتاعنا منتخبنا اللي لسه عايز أتكلم معاك عليه طبعا هيبقى في حتى تانية خالص أكيد احنا مشكلتنا عندنا في العقلية من الصغر وخلي بالك مش في الكرة بس في معظم مناحي الحياة عندنا تفوق في حاجات كتير جدا 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 طبيا وهندسيا ومثلا هقولك في حاجات كتير في العلوم عندنا أساتزة كبار جدا 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 ولكن الفكر بقى أنا بعمل ده لإيه أنا ده بعمله ليه أنا عايزة أعمل أنا عايزة أوصل بنفس عندنا في مصر بدون فيه لعيبة عملت مثلا 300 مليون جنيه وبطرت وعندها 27 سنة وفيه لعيبة قسامة كبيرة جدا 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 ويعني قعدت عشر سنين تدلع على فراغها وجات أخر سنتين بتحاول تلحق أي حاجة من حياتها الكروية خلي بالك ده فكر ده مشكلة هو إمكانياته يروح حتة تاني بصراحة إنما هو ما حسبهاش على نفسه وهو صغير ودلوقتي هو بيندم أشد الندم وهو بحاول يلحق هو في مرحلة من مراحل ممكن تقوله أنه افتقد الرؤية وملقاش حد يوريله يقريه اللي جاي يعمل بالزبط وبعدين يرجع يندم حيث عشان كده العقلية بتاعتنك لازم المدربين دلوقتي اللي بيمرنوا الناشق لازم يغيروهم عقلية اللعيبة اللعينة أي وعشان نعكد على قيمة العقلية وأنا بحب دايما أضرب المثل ده في لعيبة يمكن ربنا ما ادهاش من الموهبة الفطرية أو الإمكانيات والمهارات اللي عند لعيبة الكرة الكتير عندهم ممكن الأساسيات عندهم جزء ما عندهمش كل لكن العقلية قدرت توصلهم لأنجح المستوات وقدروا يعملوا مجد كبير جدا خصوصا جوه مصر وبره مصر لا لا أنا بجأة صلاح صلاح ده أكبر مثل ممكن صلاح يعني إمكانياته كلها في السرعة ولكنه طور من نفسه وتطور غير طبيعي صحيح وغير صلاح نمزج كتير جدا وكم من ناس العكس ربنا ادههم موهبة فطرية نادرة لا يمكن أنها تتكرر ورغم كده العقلية بتاعتهم للأسف خلصت عليهم ما خلتهم شحوا أي حاجة يمكن الكلام ده ياخدنا المنتخب مصر والوجوه اللي بتمثل منتخب مصر ومشاركتها في كهس العرب مع كابتن أحمد فوزي بس اسمحوا لنا نروح لفاصل سريع وأخير ونرجع لحضراتكم على طول في السلسل وصلنا عند نقطة في منتجة الأهمية قول نقطة اللي حضراتكم تقريبا بسمعوها طول الوقت ايه اللي بيعمل الفارق بين اللعيب المصري وكلام ده في النهاية بيشبه في مصلحة مين ومصلحة ولادنا ومصلحة الأجيال اللي جاية وبالتأكيد طبعا همنا الأول والأخير مصلحة المنتخب قبل ما أكمل أو قبل ما أدخل في حتة المنتخب خلينا سأل كابتن أحمد طيب احنا عندنا نموذج عندنا تجربة شفناها هنا جهة حتة خليناها في منتقى الوضوح والصراحة يعني محدش ساعد محمد صلاح على أن هو يوصل اللي هو فيه يعني هو من البداية من هو ولد صغير ما اتوفرت لهش الإمكانيات لا من ناحية التدريبية ولا من ناحية الزهنية أو العقلية اللي تخليه عنده العقلية المحترفة دي ومع ذلك الولد كافح كفاح السنين عشان يوصل اللي هو فيه طيب إذا كان فيه نموذج كده إيه اللي يمنع من تكرار التجربة مرة تانية كابتن أحمد كل ما حاولين اللعيب هو اللي يمنع يعني بمعنى صح لا بص مش يحصل حاجة يعني مش يطلع حاجة كده برضو غير حاجة فالت آه للأمانة ليه نفسينا ما تفتحتش يعني مش عايزين نشوف العقلية زي محمد صلاح العقلية صلاح عمل إيه صلاح طلع بره وصمم إنه يطلع بره صمم إنه يطلع بره وراح بره سنتين في سويسرا ومن هناك على فشل في تشيلسي فشل ولكنه صمم ورجع روما ومن روما راح الفيرونتينا وروما وبعدين ليفربول وبعدين ليفربول هو هو اللي بص هو ما يفكرش في الكورة وبيزود نفسه صلاح مهارية ما كانش من أحسن للناس اللي أنا شفتها مهارية ولكنه عنده قدرة على تطوير نفسه على المرمى غير طبيعي غير طبيعي دلوقتي بيتحرفن وبيرقص يمين ورقص شمال وبيلعب بيمين ويلعب بشماله اللي بيزهر عملها جدا تيجي كده اللي بيزهر دلوقتي ده مش جاي من فراغ طب أنا هقول لك حاجة بسألك سؤال تالي مين من ولدنا مش بس من الأهلي يعني كلمة على العيبة المصريين من الجيل ده كان محترف برا يعني كان بدأ برا أو موجود هنا بيلعب في قندية مصري شايفوا عنده قدرة أنه ياخد نفس مشوار محمد ساقاوي دلوقتي أول قبل كده سمعني قبل كده لأول ما شايف براهيم سعيد حتى قلت لك براهيم سعيد براهيم سعيد براهيم سعيد براهيم سعيد يروف حتة تانية خالص لأنه لعب مهاريا غير طبيعي قوة وسرعة ومهارة وكرة حلوة براهيم سعيد هو الأسر في حق نفسه صلم نفسه بصراحة إنما دلوقتي أشوف أن أكتر واحد بيشتغل على نفسه وكرته ومقاتل أكرم توفيق أكرم توفيق ممكن يروح في حتة تانية خالص 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 لأنه عقليته شغل أشتغل في الملعب واحد زعب قادر أنا زعب قادر أنا زعب قادر رجع النادي الأهلي كنت أتمنى أن عب قادر يكمل تجربته الاحترافية براه وارد جدا يعني بوابة برضو كبيرة النادي الأهلي كنت بالك أنت لما بتسمع النهاردة أو يعني أسماء من نادي الأهلي تبتكلم دي أنجي مثلا يعني دي أنجي واحد من اللعيبة الحقيقة وأعتقد بعد ظهوره في كاس العالم إن شاء الله النسخة لجامعة الأهلي خد بالك الكاس العالم برضو يعني فاترينا يعني العالم كله يتفرج وأفتكر مثلا أنه من الأسماء اللي كان عليها كلام كتير جدا وكان فيه إشادات بمستويها بعد كاس العالم اللي فات ده محمد هاني قدم وشناوي قدموا عروض في البطولة الحقيقة وكانوا من أسباب الحقيقة تتويج الأهلي من أسبابك كبير إن إحنا نأخذ تالت عالم بس أنا بقول لك المشكلة ثانية إنه مش بيشارك دلوقتي بصورة مستمرة عكس أكرم أكرم بيشارك بصورة مستمرة أنا شايف أن أقرب اتنين الاحتراف من فرقة النادي الأهلي أكيد دي أنجي هيمشي وهيمشي وممشيش في واحد هيمشي في ستة يعني أنا أعتقد إن شاء الله هيمشي وهيمشي برقم كويس جدا 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 مش هيقل عن 8 مليون يورو ده اللي هو دي أنج بالنسبة لأكرم لو استمر على الوضع ده استحال أكرم يقعد معك استحالة يعني لأنه بلعب باكرايت في الأهلي والمنتخب وماشي بخطة ثابتة كويسة جدا 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 فالعالم كله هيتفرج على أكرم وكله هيشيد به وأعتقد إنه هيروح في حتة تانية هم يجبون لنا كل الألقاب الموسم ده وبعد كده يعني نشوف كل واحد عايز الندل الأهلي عمره ما هيقف في طريق صحيح بدليل أحمد ياسر ريان ما لعبش معه كتير ولكن أول ما جيت له فرصة احتراف الولد صمم على الاحتراف والنادل الأهلي نزول على رغبته اداله الحقيق أنه يمشي فيعني الندل الأهلي عمره ما هيقف في مستقبل اللعيب واللعيب اللي مش عايز يلعب معايا السنة دي لا ده أنا أريح لي أنا كإدارة لا هو يطلع يلعب في الحتة اللي هو عايز عشان أستفاد باللعيب اللي عندي اللي عايز يحترفوا برا آخر السنة دي ممكن يجيلهم فرصك بي بمناسبة اللعيب الأهلي خلينا عرف معاك شوية على فترة التوقف يعني ده تاني توقف الحقيقة المسابقة مش منتظمة لحد كبير بسبب التباطات المنتخب الوطني تصفيات كاس عالم بعدين كاس عرب عندك كاس أمم أفريقيا الكورف ده البداية القوية للنادي الأهلي من وجهة نظرك اشان نحفظ على المستوى على الانسجام على اللياقة ازاي مستر المسلمان يشتغل مع التوقفات الطويلة ده وازاي ده ما يقصاش على مستوى اللعيبة سلبا طيب خلينا نتفق ان اسوأ فترة التوقف عدت علينا هي الفترة دي الفترة اللي بدأ الكاس العرب الندي الأهلي الندي الأهلي ماشي خطة منتظمة نحو البيك في سعود عندها تانية مثلا الزمالك هيستفيد جدا جدا بالتوقف ده جدا يعني ندي الأهلي هو الأكثر تضررة من نظر ندي زي الإسماعيل هيستفيد جدا من فترة التوقف دي في فرقة كتيرة هتستفيد الفرقة اللي بتعاني في البدايات انما دلوقتي النادي الأهلي هو أكثر فرقة متضررة لأن الأهلي ماشي بخطة سبت أنت ست متشاط بتحزيهم منتشر هدف يمكن التوقف الدولي بتاع البطول بتاع التسفاك ده توقف عادي 12 يوم 13 يوم مش قصة كبيرة إنما نقف شهر أو 25 22 أو ماشي يوم 22 حسب 21 أو 22 تمام وماشي ثاني وبعدين نتوقف المسابعة ثاني ماشي اللي أنا عايز أقوله إن النادي الأهلي كان ماشي بخطة سبت فأنت التوقف بتاعك ده يرجعك مش لنقطة السفرة ولكنه يرجعك 30 في المئة كده كده إنت لما بتقعد 6 يام راح الأهلي واخد 6 يام تمام 6 يام راح دي بتقلل من الناحية البدنية لأي حد من 15 إلى 25 في يوم بتبتدي تفيد 70 في المئة أكتر من 14 يوم بتخش على 90 في المئة فإحنا خلينا نتكلم أن أنت أول حاجة تعمل ها في 30 في المئة اللي يقع منك أو 25 في خلال الأسبوع الراحة أن أنت تبتدي تشتغل بدني اللعيب يزهق من بدني حاجة طبيعية اللعيب شغل بدني بيبقى بيبقى زهق مرهق التأسيم ده موتعة طبيعي بيحب كور يلعب كور يتمتع فأنت هتبتدي تاني تشتغل بدني وبعد البدني ترجع تشتغل كور وتلعب مرشاة ودية يعني اللي هم عملوه من شهرين كبداية فترة إعداد هيرجعوا يعملوه تاني فدي التوقفات الكتيرة رخمة وبعدين أسؤالي يعني يعني إيه كاس العرب أروح ألعبه مين السعودية راح تلعبه بالفرة المنتخب الأولمبي الجزائر بالصف التاني المغرب بالصف التاني طب وليه إحنا ما نروحش كمان بالمنتخب الأولمبي وندي أريحية الكابتن شاية وشاو المنتخب الأولمبي كلهم أحسين دلوقت مش هتفرق يعني أنت عندك مين على كابتن منتخب شاوي لا منتخب اللي كان أولمبي خلاص ما هو ده خلاص بقى كبير دلوقت لا أنا بكلم ليه ما نروحش ليه نوقف الدور عندنا 22 يوم ولا شاه على كاس العرب وهو يعني مهما طلعنا أو نزلنا مش هيفدنا أوي وممكن يفيد بس مستر كيروش إنه يشوف كل اللي عيب هو ده الرجل الحاكم بعمر رغم أنه مش مختار يعني فيه غيابات كثيرة جدا مؤثرة جدا سواء من المحليين أو المحترفين عن قايمة المنتخب فالتجربة مش مكتملة يعني أنا شايف أن التجربة لا بس هو مختار للعيبة اللي هو عايزها بسمع بدني بس هو مختار العيبة يعني مفيش حد من بره أنا مش مختنع أنا مش ضد قصدي إنه مش مختار العيبة اللي هو عايزها بس أنا شايف إنه فيه إضافات هتحصل إنه مش دول اللي أنت هتلعب بهم تصفيات طبيعي طبيعي كل شهر حد بيتقلق وحد بينزل في المستوى ده شيء طبيعي أحمد خلينا نتفق يوم ما هتوصل لأن أنت بتلعب مع تونس سنغال لقدر الله يعني بعد الشر أو الجزائر أو المغرب أنت هتروح للقام الأساسي اللي إن شاء الله هيكون جاهز في الوقت ده إن شاء الله هو بس يمكن مستو أنه عايز تفرج على الفرق على الناس كلها عايز تفرج عليهم في متشاط وانا ممكن يتفرج عليهم في تمرين ويعملوا كل اللي أنا عايز بس في متشاط بتختلف هينفز هيشتغل طريقتي هيمشي بيا زي ما أنا عايز كورته هتبقى عاملة ازاي تحت الضغط الدنيا عاملة ازاي كل ده ممكن يكون عايز تفرج على الـ 25 لعيب ده اللي يخذ هم أو 22 لعيب ولكن أنا شايف أن حرام توقف الدول لأن أهم إعداد لمنتخبنا أهم إعداد لمنتخبنا هو انتظام الدور العيب ده اللي بيخلي اللعيبة في المستوى بيعلى إنما كل ما الدور يقف كل ما بتستاهلك حرفيا واللعيبة اللي قاعدة هنا بتاخد راحة فدي نقطة سلبي عشان كده يعني أنا كنت أتمنى أنه مايروحش بالصف الأول لمنتخب كنت أتمنى أنه يروح بالأولمبي يا المشكلة السعودية وصل لكاس على خلاص السعودية وصل لكاس على وراح بالصف الثاني الجزائر من أكتر ناس يعني أعتقد أي حد كاس عالم يعني ماش هيفرق حتى السنغال بصراح الناس بتتكلم على أن مصر مستوى في التصفيات مكانش كويس بس أنا أقول لك حاج لما بتيجي تلعب فرق كبيرة مستوى بيعلم معه ثاني أنت كمصري بتلعب بالقطع دي نقطة برضو سلبية جدا عندنا في الفكر وفي المنتالي بتاعت كمصري أنت بتلعب بالقطع لو بتلعب فرقة ضعيفة بتلاقي مستوى ضعيف زيهم لو بتلعب فرقة متسطة بتلاقيك بتلعب على الأد لما لاجي لعب فرقة زي الجزائر والسنغال لأ أنا هم هنا وأنا هطلع معهم هنا إلا نبقى إحنا الاتنين راس براس هم خايفين منك وأنت خايف منهم محدش هيكسبك بسهولة وأنت مش هتكسب حد بسهولة عشان كده هيبقى فيه تساوي ولكن إحنا نتمنى إن إحنا نقابل تونس بالتشكيل الأمثل يعني لو كنت أنت بتحلم بمنتخب مصر شكل منتخب مصر اللي هيلعب في المطش النهائي سيلك من اختيارات الراجل إنت شايف مين الحداشر الأقوى اللي إداري وصله مصر كاس عام بصرف النظر عن مين المنافس يعني طبعا الشنوي أحمد حجازي الوينش أكرم توفيق يا فتوح يا حمدي أنا شايف أن حمدي مظلوم جدا محمد حمدي شايف أنه مظلوم جدا في المنتخب الاتنين اللي في النص النيني والسولية التلاتة اللي قدام أفشة ونحية اليمين طبعا صلاح محمد صلاح نحية الشمال يعني مرموش رمضان ممكن مرموش لا 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 التلزيجيل يا ربنا يا كريم ويرجع يعني هو السلامة بس لسه أخذ وقت لسه أنت عندك أربع شهور ممكن جدا يبقى يا رب يبقى إنما مرموش هو أكتر واحد دلوقتي يمكن ممكن نعتمد عليه سترايكا صريح ما فيش قدامنا غير لو هلعب أربعة اتنين تلاتة واحد لا يبقى شريف لو هتلعب أربعة اتنين لا مصطفى محمد لازم يكون موجود في الملعب أو هتلعب أربعة تلاتة تلاتة لازم مصطفى محمد يبقى موجود في الملعب عشان كده هي على حسب برضو الراجل اللي هلعب إزاي هو بيحب أهو أربعة تلاتة تلاتة عشان كده هتلاقيه بيبتدي كتير بمصطفى محمد بس أنا بقولك هو هلعب أربعة تلاتة تلاتة لحد في الموتشوت دي يرجع لأربعة تلاتة واحد صحيح زي مسألتك على سكوات منتخب مصر اللي تتمنى أنه يعني يوصلنا إن شاء الله كالس العالم خليه أسألك على سكوات الأهلي إنه سكوات الأهلي السنة دي محير شوية الجماهية والأول مرة من فترة طويلة جدا يعني السنة اللي فاتت كنا بأب لظروف كتيرة إصابة إجهاد إقاف غياب لعبة منتخب أوليمبي كنت دائما أنت محتار مين هيلعب فين يعني فاهم عزي السنة دي أنت محتار تلعب مين ولا مين والجمهور مفيش مباراة بتعديها يعني الرغم من الاختيارات مستر موسيماني بتختلف في كل مباراة إلا لا ما تلاقي الناس بتنسأل هو فلان ما لعبش ليه هو ما نزلش مش عارف مين أو ما غيرش مين بمين ليه أسمع منك برضو رأيك في سموات الأهلي بداية الناس مزودها مع الموسيماني شوية بصراحة أنا انتقدته قبل كده ومقتنع لازم الواحد لو ما فيش حد بيوصل لمرحلة الكمال كمال الله سبحانه وتعالى ولكن الناس مزودها قوي وبتستنلوا وأقل فرصة عشان تقطع فيه والله العظيم هي عايزة تقطع في النادي الأهلي من كلاله يعني بأي حال من الأحوال ما فيش حد هيستحمل الكلام ده قدي نمر واحد نمر اثنين انت عندك سكواد الله أكبر نمسك الخشب وما فيش خشب هنا لا فيه نمسك الخشب الفرقة اللي بره أحسن من اللي جوه اللي بره خالص اللي هم في البيت مثلا صلاح محسن كهرباء من الناس اللي انت كنت بتاعتمع يوم السنة اللي فاتت فترة من الفترة هايليين هايليين لاتنين خط الدفاع كله يا رب بس يرجع محمود متولي ده محمود متولي ده في 3-4-3 لو رجع سليم هيمتعنا رجع بسلامة الله نتمنى أنه يرجع بس يرجع فرما يعني قصد يرجع فرما محمود متولي في 3-4-3 ده هيمتعنا هيمتعنا فعلا فانت خط الظهر حدس ولا حرج الله هو أكبر انت عندك 3 بيلعبوا وواحد برا الناحية الشمال علي معلول طبعا الله هو أكبر ولما بيغيب علي معلول لو ما فيش محمود وحيد للإصابة بموجود أيمن أشرف أيمن أشرف وكريم فؤاد الناحية اليمين أكرم ومحمد هاني وبعد يوم كريم فؤاد نص الملعب عندك 3 من أحسن 3 في أفريقيا السولاية وديانجو وحمدي نحيك أن انت ممكن تلعب أكرم عمار برا أيب فأنت يعني ما شاء الله اللهم يعني اللهم باري أنا زي ما سألتك في منتخب مصر مين اللي يقدر يوصلنا كاس عامي ما أريد أسألك في الأهلي مين الاسكواد اللي كابتن أحمد يراهن عليه برضو في كاس العالم أفضل كاس العالم أنت تلعب مين كاس العالم أنت تلعب مين تتوقف أنت تلعب مين ما أممكن أحطي لك فرقة أجبت 11 في الأهلي تلعب كرة هجومية وتنزل تتحدى يعني تنزل تلعب كرة ما فيش اختلاف أكرم وبنون وحمدي وأيمن أشرف وعلي معلول اتنين في النص ديانج والسولية تاو ومحمد شريف وأفشة هتتمتع 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 التلاتة دول لو مع بعض وخصوصا لو أفشة تحتيهم كده والاتنين دول توسترايكر ليه أفشة هيديهم هيديهم باسات كي باسس كتير جدا 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 في المساحات مين اللعيب اللي ما ظهرتش إمكانيته بشكل كامل لسه خالص بس الولد ده لعيب كرة كويس جدا 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 ضقلت جسمه مع تغيير القوة العضلية هو لما السنة اللي فاتته اللابلاء عضلاته فوقه ما كانتش سوى اشتغل على نفسه فوقه بزيادة فبقت عضلاته قوية شوية على رجله فلسه مش قادر يدي كل اللي عنده إنما مع الوقت الولد ده هتشوفه هيروح في حتة تانية إن شاء الله إن شاء الله كل حاجة بأمر الله إن شاء الله بإذن الله ونمتع كل جماعة نادي الأهلي وأنا بتهالي إن إحنا متفقين إنه الأهلي السنة دي غير وإن شاء الله بإذن الله موسم يكون ناجح وموفق بشكر طبعا إجمنا دكتور أحمد فوزي شرف ونواطنك العادي وستمتعنا بوجودك معنا وبشكر حضراتكم بس اسمحولي في عجالة سريعة جدا من يعني أطرح نفس السؤال اللي بدأت بالحلقة إحنا بقلنا أكتر من ساعة ونص على شاشة القناة كنا ننتظر رد تعليق توضيح على موقف في منطقة الغموض علامة استفهام غير مبررة على الإطلاق كلام طبعا على انتخابات النادي الأهلي وعلى تعليق اعتماد فوز الوزير عامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي اللي ملوش أي سند قانوني أو ليه أي مبرر قانوني حتى اللحظة وحتى اللحظة برضو لا تعليق ننتظر الحقيقة في دولة قانون ودولة نظام ودولة عدل إنه حد من السادة المسؤولين يطلع يبرر لنا أو يوضح لنا ويوضح لإقدارة النادي الأهلي ولا جماهير النادي الأهلي والعضاء جماعية العمومية للنادي الأهلي وهو حق أصيل لهم سبب أو سند قانوني لتعليق إعلان فوز الوزير عامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي بشكر حضراتكم على المتابعة ونتقبل على كل خير بكرا إن شاء الله في تمام السادسة على شاشة الأهلي تحياتي لحضراتكم